يقول بعض الناس إن أسماء الله ليست توقيفية بل إن الصفة إذا لم تكن مقيدة أو متعلقة بشيء كالاستواء على العرش يشتق منها اسم وإن لم يرد في الكتاب والسنة بلغض الاسم فما هو قول فضيلتكم؟ هذا قول غير صحيح لا يجوز القول على الله بلا علم وأن نثبت له أسماء أو صفات بغير دليل لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله في سنته ولا نزيد من عندنا شيء ونستحسن أشياء ونسمي الله بها ونزيد على أسماء الله وصفاته الثابتة كتاب والسنة نقتصر على الكتاب والسنة ولا نتدخل في هذه الأمور وأنا أشوف بعض الإخوان المبتدئين في طلب العلم يتدخلون في هذه الأمور عليك بمنهج السلف السلف ما كانوا يقولون شيء من عند أنفسهم إنما يثبتون لله ما في القرآن أو في السنة فقط ويقتصرون على هذا يقتصرون على ما جاء في الكتاب والسنة ولا يزيدون عليه ولو كان يورى لهم إن هذا شيء طيب لا يجوز القول على الله بلا علم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون نعم